في موضوع آخر أدينا أربعة ناشطين أمس من مجموعة يمينية متطرفة متورطون في الهجوم على بمن الكابيتول الأمريكي في يناير من عام 2021 بالتحريض على الفتنة وهي تهمة من النادر جدا توجيهها في الولايات المتحدة وحكم خمسة من أعضاء المجموعة في واشنطن بسبب إقدامهم على إحداث فوضى في مقر الكونغرس مع حشد من مؤيدي الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب خلال المصادقة على انتخاب منافسه الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة وقال وزير العدل ميريك جارلاند إنه وعد بعد اقتحام بمن الكابيتول بأن السلطات ستفعل كل ما في وسعها لمعاقبة المسؤولين عن هذا الهجوم